حملات مرشح الرئاسة الامريكية تتواصل حيث لا يتوقف تبادل الاتهامات فمن ماتشيغن هجم المرشح الديمقراطي جو بايدن الرئيس الامريكي دونالد ترومب لرفضه ادانة العنصريين المدافعين عن تفوق العرق الابيض واستغل في ذلك حضور حاكمة الولاية جريتشين ويتمر لخطابه والتي كانت استهدفت في الثامن من اكتوبر بمؤامرة خطط لها رجال من اليمين المتطرف ارادوا اختطافها ومحاكمتها بتهمة الخيانة عدم ادانته لهؤلاء الاشخاص يدهشني منذ البداية والامر مهم الكلمات مهمة وكلمة الرئيس مهمة على وجه الخصوص مثل ما وقف معي على منصة المناظرة ورفض التنديد بفكرة تفوق العرق الابيض ومن جورجيا هجم الرئيس الامريكي دونالد ترومب منافسه بايدن الذي قال انه لأفاز سيدير اليسار المتطرف شؤون البلاد وصفني اليسار بانهم مدمنون للسلطة هو خادم للمانحين الاثرياء واصحاب المصالح الخاصة الذين اصبحوا اثرياء من استنزاف البلاد وبالمناسبة يمكنني الاتصال بهؤلاء الرجال وكل منهم سيعطيني الملايين لكن انا الرئيس فلا يمكنني فعل ذلك لانني اذا فعلت ذلك يجب ان افعل اشياء في المقابل من اجلهم ولا اريد ان افعل ذلك اريد ان افعل الصواب في الوقت نفسه اعلنت حملة بايدن للانتخابات الرئاسية انها تمكنت من جمع اكبر مبلغ من التبرعات الشهرية وصل الى 383 مليون دولار في سبتمبر الماضي بالمقابل حصلت حملة ترومب الشهر الماضي على 248 مليون دولار كذلك تفوق بايدن على ترومب في عدد مشاهدات اللقاءين التلفزيونين المتزامنين الخميس الماضي بعد الغاء مناظرتهم المباشرة الثانية بواقع 600 الف مشاهدة فوصل عدد مشاهد بايدن الى 14 مليون ومائة الف مشاهد على قناة ABC بينما استقطب ترومب 13 مليون ونصف المليون مشاهد عبر قنوات NBC واضافة للتبرعات وعدد المشاهدات ما زال بايدن يتقدم على ترومب في استطلاعات الرأي الوطنية قبل الانتخابات المرتقبة في الثالث من نوفمبر المقبل بواقع عشر نقاط مئوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر